رزع في التحسيسي أيضا يتحدث عن تجارب حولنا قالك فيه ناس حيب عندهم وقت طويل على ما يرجعوا يعني اللي هي الدولة التي ذابت ولم تعود هو مستخدمش تعبير ده أنا بقول يعني إنه فيه دول علشان ترجع ولما ترجع ده معنى ترجع أنها تبقى دولة أو لها شكل الدولة هتاخد وقت كتير على ما تقف على رجليه وعلى ما على التكوين ده يحصل إحنا كنا ركام إحنا كنا على الأرض إحنا مين السبب مش مهم ليه مش مهم مين اللي غلط غلطت مين مش مهم بس إنت عندك المشكلة دية إن إنت أجماعا تونسين إحنا ما كانش حد عايز يحط إيده في إيدين إحنا كنا عادين في بلد الناس كانت ماشية بمدافع رشاشة في الشارع إحنا كنا عادين في بلد كان فيها إرهاب لغاية موصل للكاتدرائية في العباسية كل ده كان موجود في البلد دي كانت البلد هي دي كانت تبقى بلد إحنا كنا في مكان مفيش أنا عايز كنت شوفوا ليبيا النهاردة اللي حصل فيه أنا عايز تشوفوا اللي بيجرى أنا مش عايز أقول أسامي دول عشان بلقى فيه حساسية من الشعوب اللي موجودة في الدول ديت خلاص الموضوع منتهي وهو عشان يرجع تاني عايز وقت طويل حد حيقول لي يعني إحنا نقبل أي حاجة بتتعمل لا ما تقبلش لا ما تقبلش عندك حاجة متضايق معارض شايف إن ده غلط شايف إن ده صح ولذلك في الحوار ترجمة نانسي قنقر